موسيقى موسيقى أهلا 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 بكل مشاهدة ستاتة على نهار يومكم زي الفل ودايما أيامكم حلوة باقي أيام قليلة على العيد يا رب كل أيامكم أعياد ودعوات مستجابة ودايما يكتب لكم السلامة فيه خبر أسعد الأهلوية أن حسين الشحات عمل أو جدد تعاقده مع النادي الأهلي بشكل راسي طيب ده الخبر يسعد الأهلوية لكن أهم شيء أو أهم من التعاقد نفسه الفعل الرائع اللي عمله حسين الشحات هو عمل إيه بقى؟ هو جاب منطق تحضر الفرحة ودا ندل على شيء يدل على أن إحنا بدأنا نتغير وبدأت الثقافة تتغير ودي حاجة حلوة الحاجات الحلوة عدوة زي الحاجات الوحشة ما هي عدوة لما شفنا في المغرب النجوم بتوعها وهم بيحتفلوا بأمهاتهم ويا 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 كانت دي لحظات سعادة تكون إن ده بيحصل في مصر فدي أكتر لقطة مهمة عشان كده الأستاذة فاطمة المعدول ويا ريت نجيب من أول مقالها الأستاذة فاطمة المعدول لقطت الفكرة وكتبت إيه بقى؟ كتبت إن اكتمل المشهد وزاد روعة حضور أم حسين الشحات النجم الكبير طبعا أستاذة فاطمة المعدول أهلوية كبيرة وكاتبة كبيرة فزكية في التقاط ما وراء الخبر أو ما أهم ما في الخبر أو اللقطة الأهم فهي بتقول إن هو أحضر ممتو علشان تشهد على توقيع عقد ابنها في النادي الأهلي في سابقة جميلة وجديدة وبتقول كمان إن الأمهات للأسف الشديد لا يظهرون في الملاعب المصرية ولا يحضرون مباريات كرة القدم ولا انتصارات الأبناء إلا في أحيان قليلة ونادرة ولكنها للأسف بتعبير الأستاذة فاطمة بطلة الجنازات والأحزان الأولى وي بتقول الدليل على كده ظهور أم محمد عبد الوهاب رحمة الله عليه كان نجم النادي الأهلي بتقول لما بيظهر على شاشة الأهلي بيوجع الحزن قلبها وأكيد أي حد بيشوف أحد من أهله خاصة الممتو محمد عبد الوهاب فعلا بيتوجع جدا طيب حسين الشحات غير قواعد اللعبة وأحرز أجمل أهدافه وأكثرها نتجا ونبلا وأحضر معاه ممتو للنادي الأهلي عشان تحضر توقيعه على العقب الجديد فهو كده إدى لأمه بعض الحق مش كل الحق بعض الحق اللي تستحقه وبعض الحق فإنها تكون شركته في النجاح لأنها هي اللي مصدر النجاح وهي الدعم وعشان كده هو أعتقد أن القصة دي حتعمل تقاليد جديدة وعرف جديد أنه إحنا أن الأم تتصدر المشهد مش أنها تبقى في المقصورة أو أنها بس أن إحنا تفرح بابنها وهي برى المشهد ولكن وهي بتشهد هذا التوقيع السيدة فاطمة بتقول أن ده بيذكرنا وبيذكر المجتمع كله أن الأم شريكة الكفاح وأن هي طول الوقت هي أني بتدفع وهي الدعم وأن الأم هي المدرب الأول والمعلم الأول والداعم الأول وإن كل الكفاح والصبر والعرق والمطعة والإصارة والنجاح خلفه نساء مكافحات عملنا من أجل الأولاد في المباريات يقبعنا أمام الشاشات بين الجدران ولكن كلهم دعوات وأكيد بيبقى عندهم دقاف قلب وبيبقى توطر وبيبقى خوف وقلق وفرح يعني هم بيعيشوا حالات كتيرة مع بعضها فتحية لكل أم وخاصة للأمهات اللي هي بتعيش هذه اللحظات الصعبة اللي بتتبين فيها كل المشاعر وبنشكر أستاذة فاطمة المعدولة على اللقطة الذكية ومبروك لحسين الشحات لكن الأهم هو أنه عندنا ثقافة أن الأم تكون هي رقم واحد في أي شيء هي تكون هي متصدرة المشهد طيب بو نسبة الأمهات فيه عندنا ست جميلة جدا جدا ورائعة جدا جدا وعمرها رغم أن أنا ببقرأ فكرة أن حد يقول عمره لكن هي عمرها 102 سنة هي دكتورة إنجليزية وعندها خبرتها في الطب الشمولي خبرتها في الطب الشمولي علمتها كتير عن الحياة وعن السعادة وعملت لنا وصفة إزاي توصل لحياة طويلة سعيدة شايفين صورتها ممكن تصدقوا إن دي 102 سنة صعب جدا يعني شكلها يدي 60 سنة هي بتشرح للناس ليه هم بيعيشوا أقصر ولو عايشوا أطول ما بيعيشش بمتعة وسعادة وسحة كويسة وشكل ومظهر كويس ليه؟ لأنهم عايشين في ضغوط غير ضرورية لكن الأشخاص الأكثر سعادة عارفين إمتى يتخلوا عن الأشياء وأكيد مش إحنا مش أنا وأكيد كتير مننا للأسف مش كده إمتى يتخلوا عن الأشياء أو الخبرات أو التجارب اللي ما بتبقاش مفيدة بس لازم نتعلم لأن القصة عادة وبتقول كمان إن الحياة قصيرة ودي كلنا متفقين عليها فالفكرة إن انت ما تحزنش أكتر من يوم يعني يوم وباس وتودع الحزن واليأس والندم إنسى خلاص اليوم عادة وفات والندم مش هيرجع شيء خالص فكمان بتقول إن إحنا الناس اللي واخدين الحياة على محمل الجد بطالوا تاخدوا الحياة على محمل الجد بقول لنفسي هذا الكلام فهي بتقول إن الشيء اللي وصلت له إن يبقى فيه صحة وسعادة ونجاح خلال سنوات عمرها دي هي القدرة على بناء علاقات جديدة ومشاريع ومصارات مهنية جديدة يعني واضح إنها بتدخل في تحديات أو المهم إن إحنا نبقى عندنا تحدي جديد تحدي جديد مهما كان الصعوبات اللي في حياتنا نسيبها ونعمل تحدي جديد وفكرة إن إحنا يبقى عندنا علاقات قوية لأن هي دي دايرة الدعم الحقيقية اللي هي الصدقات الحقيقية والعلاقات الحقيقية والعلاقات دي ما بتتبينيش كده لازم بتتبيني بخضوهات يعني ما بيبقاش من طرف واحد فلازم يبقى عندنا عطاء كتير ويبقى بين الدين ويبقى بناخد كمان زي العطاء اللي بين الدين أو أقل بس لنا توقف عن العطاء علشان يرجع لنا عطاء وبتقدم لنا تدريب بتقول دا من تجربتها إن التدريب دا وتدريب بسيط قوي بس يعني محتاج تركيز هو دا اللي خليها تتجاوز الأمور إيه بقى هو التدريب بتاع الست الطبيبة الجميلة دي بتقول إن الموسيقى تبقى جزء من اليوم طبعا وما أروع أن الموسيقى تكون هي رفيق اليوم وبتقول إن إحنا نسيب الجسم يتحرك معايا شوية سواء بقى بالمشي سواء رأس أي مكان إيه شكل الحركة وإن إحنا نفكر في المشكلة اللي مضيقانة الصداقة علاقة شغل طريق التفكير شعور بالغضب شعور بالحزن الفقد أي شعور فبتقول إن إحنا نخلي جسمنا يحس بالمشكلة وكأننا نتخيل إن إحنا إن دي قورة أنا مسكها بإيدي وحس بيها في إيدي ومسكها بقوة جداً وبعدين أبتدي أعتصرها إنتعارفين فيه قور كده بتتعمل علشان الحاجات الاسترس وكمان بتأوي العضلات فهي كأن هي دي القورة بتعتصرها قوي وبعد ما تعتصرها تسقطها من إيديها ففكرة إن أنا وقع من إيدي كده خلست يعني أنا كل الشعور السيء اللي كان عندي وقعته من إيدي خلاص وأنا بتحرك وإنت بقى مفروض لما حد يعمل كده كأنه وقع من إيده يرفع إيدي لفوق ويحركها فوق وتحت كأنك بتقول خلاص اللي راح راح وأنا مش مهمة وهي بتؤكد إن هو بمجرد ما إحنا بنعمل كده وإن إيدك تحس إنها إن الحياة بتتحرك بمجرد ما توقع من إيدك هتحس إن الحياة بتتحرك في جسمك وإن إنت كأنك بقيت خفيف كده اللي هو خلست من الغضب الواجع الألم اللي إنت كنت فيه وبتقول كمان ليه كل الناس بتحس بالندم كتير مهما كانت أخطائك في الماضي فإنت أكيد عملت كل اللي تقدر عليه وقتها يعني فكرة إن إنت ما تجلتش نفسك ولو لقيت نفسك عايش في ندم اعمل نفس الطريقة نفس طريقة التمرين وشوف إذا تحسنت الأمور ومشاعرك بقيت أحسن فكر بقى في الحاجات اللي ممكن تتعلمها من الأخطاء واستمت كمان باللي إنت تعلمته يعني مهما كان إحنا بنتعلم مهما كان الواجع في الواجع بيعلمنا فإحنا بقى الجيد أو الشيء المستفيد من القصة إحنا نتعلم من الشيء اللي وجعنا ونعمل اللي نقدر عليه مش نبقى اللي هو الاتكالية ولا المبالاة لا نعمل اللي نقدر عليه ونسامح نفسنا فكرة مسامحة النفس دي فكرة مهمة جدا حتى لو أنت هتقول لبعض الناس يسامحوك اعمل كده يعني اللي هو لو ده شيء هيرديك روح للناس اللي أنت متخيل أنهم زعلانين منك أو يفرق معاك أن أنت تحس بالامتنان منهم أو أن هم راضين عنك أو أن هم مش متضايقين منك روح أقول لهم سامحوني عشان تفضل ماشي لقدام ما تبصش لورا المهم تجربة الست دي بتقول أن جمال الحياة في أننا نعيشها ببساطة ومرحة لا نأخذها مأخذ الجد ولا نغضب ولا نحزن أكتر من يوم وإن إحنا نعتصر كل الحاجات ونرميها لأنها مش هترجع تاني وخلص عشان كده نتشايفينها مشريقة وفعلا الشابة وتحس بالشباب مش بكرة الملامح تحس أن الروح فيها شباب والروح زي ما احنا شايفين الصورة هي بتتكلم عن نفسها نها روح شابة ومنطلقة وتخففت من حاجات كتير جدا وعندها نبج وعندها حكمة يعني أتمنى أن احنا نقدر أن احنا نعمل كده ونوصل للنتيجة طيب بمناسبة بالتوتر برضو والقلق فيه يوم كده بمقين نحن نهاردة لحد وبقرة لفنين يوم لتنين عند الإنجليز بيسموه لتنين الإسويت هم مش فاهمين ليه لما درسوا ليه بتحصل نوبات قلبية في دراسة حديثة اتعملت هناك في المملكة المتحدة الإنجليزية وجدت أن معدلات حدوث النوبات القلبية في اليوم الأول من أسبوع العمل في أعلى معدلتها اللي هو يوم من الاتنين هل عشان هو بداية الأسبوع عندهم؟ هم مش عارفين لكن هم بيقولوا أن فيه احتمال حدوث النوبات القلبية ده بيزيد بنسبة 13% في أول أيام العمل اللي هو يوم الاتنين ووجدوا أن التفاحد في النوبات القلبية اللي بتحتوي على احتشاء عضلة القلب في بداية أسبوع العمل بتبقى في أعلى معدلاتها يوم الاتنين ليه يوم الاتنين برضو هم مش عارفين أنا لما قريت الموضوع قلت أكيد هو أول يوم عندهم فراحة مثلا ساعة بيولوجية مختلفة توتر أن هم هيبتدوا أسبوع جديد حياة صعبة بسهما مش وصلين لنتيجة محددة في القصة دي لكن هما طول الوقت شايفين أن هو يوم الاتنين ده هو يوم الاتنين الأسود أو الأزرق المهم يعني هما شايفين يوم الاتنين ده يوم مش لطيف خالص وفي مؤتمر في جمعية القلب والأوعية الدموية البريطانية كان في منشير ستار سيتي قال أن احتمال حدوث نوبات قلبية بيزيد يوم الاتنين أن هو مرتبط بفكرة الساعة البيولوجية اللي بتنظم دورة النوم في الاستيقاظ في الجسم والأطباء دول اللي هما المتخصصين كانوا شايفين برضو أن الموضوع غامض محتاج أبحاث كتير تخليهم يعرفوا أسباب زيادة الخطر على الصحة العامة في يوم الاتنين تحديداً وما زال البحث جاري وإحنا نتمنى أن تبقى كل الأيام حلوة ما يبقى كل الأيام جميلة ما بقاش فيه يوم أزرق ويوم مش حلو زي الإنجليز ما بيعتبروا أن يوم الاتنين ده هو أكتر أيام السنة كئابة وبيسموه الاتنين الكئيب أو الاتنين الأزرق ممكن الدراسة دي تعزز للأسف من اعتقادهم بفكرة أن هو يوم الاتنين الكئيب يارب تبقاش الكئابة رفيق أيامنا أبداً أبداً ودي برضو لناس كتير بتبقى قرر أن مهما كانت الصعوبات ومهما كانت الدغوطات فناخد الحياة ببساطة طيب إحنا دخلين على أجازة العيد إن شاء الله من يوم التلاتة اللي جاي يوم الوقفة كل سنة وانتوا طيبين مرة تانية في أفكار بقى بسيطة للأجازة ممكن تعمل لنا أجازة منتعة ومريحة الحقيقة أنا لما قريت أنواع الأجازات اللي إحنا بنحتاج من بعدها أجازة اكتشفت إن أنا يعني دي تنطبق علي وكانهم هم عاملين الدراسة دي علي وعلى الناس كتير زينا بناخد الأجازة وبنبعزين أجازة من الأجازة وما بتحصلش طبعا أجازة من الأجازة دي هم بيقولوا إيه بقى في القصة دي إن انت ما تاخدش الأجازة إن أنواع الأجازات إيه الأول قبل النصايح أنواع الأجازات إن انت ما تاخدش إن انت إما بتاخد الأجازة بتقضيها جد قوي لأنك بتبقى عايز تستفيد من كل لحظة وبكده ما بقتش أجازة ده أنا برضو أو إن انت تقضيها بعشوائية وتخلص وإنت لسه مضغوط يعني هي تخلص الأجازة وإنت تخلص برضو ومضغوط ومحسيتش بالراحة ولا استعدت نشاطك أنا برضو يا إما تقضيها شغل لأن عندك حاجات متأخرة أو عندك حلقات بعد كده أو عندك شغل يعني فيه وقت الأجازة ده كأن الشغل كله بيبقى جاء وقته فبنبقى حاجات كلها متأجلة لبعد العيد لبعد العيد أو لبعد الأجازة أو 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 حتى لو إحنا عملنا بشكل استباقي بيبقى كلها بقت موجودة معنا بعد الأجازة أو أثناء الأجازة بنشتغلها وهو ده برضو أنا أعتقد ناس كتير فالمساكين المظلمين اللي بينتموا ليه أن أجازاتهم بتبقى نوع من الأنواع التلاتة دول دول عندهم مشكلة كبيرة جدا جدا طيب وبيبقى عايزين ياخدوا أجازة من الأجازة وما بتحصلش يعني أنا طول عمري عايزة أجازة من كل أجازة ومهم ما بتجيش هذي الأجازة هي مؤجلة كأحلام كثيرة مؤجلة طيب إيه الأفكار زمت في التليفون الأول إيه الأفكار اللي تليفون بيرن على الهوى صعب قوي أتمنى أن أنا أكون أعرف تقفله أنا تعيسة في التكنولوجيا فلا عزق للناس اللي عندهم أمية تكنولوجيا طيب فيه كان فكرة كده يخلوا أجازة العيد مريحة وهدية وخلية من الهم والجد أولهم نحن نبعد عن التليفون اللي هو بيرن دي ونبعد عن أي كلام على السوشيال ميديا أو نقاشات فيها جدل هي أجازة أن أنت ما تشاري قوعة تشارك في أي نقاش بهدف أن أنت عايز تفهم أو الجدل أنت سيب أي حد يقول أي حاجة أنت شاري دماغك أنت بايع القضية أنت مقرر أن أنت ولا هتتناقش ولا هتفكر ولا هتدخل في أي موضوعات ولا هتقول أي أراء ولا هتسمع أي أراء ولا هتجادل في أي أراء أنت تقول زي الفل تبتسم ما تسمعش تبقى قاعد ومش سامع الحوار أو سامعه بس أنت ما هو ما بيجيش خالص على شاشة المخ عندك ولا شاشة السمع يعني هي صعبة بس مش صعبة برضو سهلا يعني هي عايزة تدريب شوية وعايزة قرار أنا مقرر أن أنا هرايح دماغي مش هدخل في أي مناقشات مش هتعامل على مش رايح أجهزة عشان ودفتكر كل الحاجات الصعبة والضغوطات الصعبة في الحياة أنا باخد أجهزة عشان أشحل نفسي أن أنا أتعامل بعد كده في صعوبات الحياة تجنب الرياضة بس مش الرياضة اللي هي والماشي ماشي ده أساسي لكن تجنب الرياضة العنيفة بقى الناس اللي بتعمل عضلات أو بتعمل حاجته بتبقى واخد القصة جد بقى والأجهزة دي فرصة عشان هعمل وهعمل لأ أنت كده بتبوز صحتك وبتبوز أجهزة خلي القصة ماشي بالراحة وتختار اللي تمشي معاه أو تمشي مع نفسك ولما تختار الشخص اللي أنت تمشي معاه بقى شخص لطيف بتقوله حاجات لطيفة مش حد مزعج مش حد مكتئب مش حد بيصدر لك أي شكوى ولا أي نكد ولا أي حاجة لا ده مهم جدا جدا فكرة الماش الماش الصحي الهادي كل يوم السباحة طبعا في الأجهزة الناس اللي بتقدر أو بتحب البحر تقدر تعمل سباحة السباحة ده علاج سحري جدا لحاجات كتيرة جدا جدا أكتر من كده مش مطلوب منك أن أنت تعمل أي رياضة طيب لما فيهاش أي محتوى ولا أي عمر سيها لطيفة كده وخلاص يعني مجرد أنها لطيفة علشان نبعد عن الكلام بقى في الأضايا والأفلام العميقة والجدة مش مهم الفيلم قصيته المهم أنه هو بيدحكك وده الواحد وكفاية فإن أنت أو تسمع أغاني يعني تجيب كده الأغاني تجيب مجرسوم وعبد الحليم الأغاني اللي بجد مش أي نوع تاني من الحاجات الحديثة دي اعتبار أن أنا زوج قديم فالأغاني الأغاني اللي بجد كده تسمعها بسلطنة كده بتخلي الإنسان في حتة تانية يعود يسأل إيه المعاني الحلوة دي والناس دول إزاي عملوا الفن ده إزاي عملوا الصناعة إزاي الجملة اللحمية دي اتعملت إزاي الكلام ده تكتب إزاي الأحاسيس دي مو إزاي الأداء بتاع المطرب أو المطربة يعني وصل إلى أعلى تجلياته فنقعد كده اللي هو ننبسط ونحل الحاجات ممتعة وبعدين حاجة تانية مهمة أن أنت ممكن نقرأ القراءة مهمة جدا طول الوقت لكن ممكن نجرب حاجة ممكن نسأل أي حد من صحابنا لو أنت شخص قارئ بس هو مش قارئ أصلا بس تسأله على كتاب إيه آخر كتاب أريته أو أي كتاب أريته وعجبك فجرب بقى تقرأ الكتاب ده بناءا على نصيحته يمكن تلاقي فيه حاجة بعتبره شخص مش مهتم بالصخافة والكتب وقرأ حاجة إذ ربما لكن نصيحة لو قريته وما لقيتهش لذيذ أو لقيت فيه اللي هو شبه الكتابات اللي موجودة عند ناس كتير اليومين دول وعايشين أوهام إن هم كتاب ما تتعيبش نفسك لأن أنت كده هتحزن على الكتابة زي ما هتحزن على الغنى زي لأ إحنا عايزين ما يبقاش فيه أي شعور بالحزن إحنا عايزين يبقى فيه كده كأنك في عالم تاني ما لكش دعوة بالعالم ده بس جزء من العالم التاني الجزء الحلو اللي هو كتاب حلو موسيقى حلوة أغاني حلوة أفلام لطيفة كوميدية وما تشتريش لنفسك حاجة كنت مأجلها ونفسك فيها أو ممكن تشتريها يعني لو هي حتدايقك أو حتقلل معاك الفلوس ما تشتريه لو هي هتساعدك وإنت معاك حاجتها اشتريها ممكن إنها تساعدك يعني بص ما تخليش خطتك للتوفير وللصراء تعكن عليك هذا الوقت وقضيه ببساطة وبأبسط شيء وإحنا المصريين بأبسط شيء بترمس بدوره بحاجات بسيطة جدا جدا بنقدر إن إحنا ننبسط يعني إحنا سهل الانبساط يعني إحنا شعب على قد ما هو بيتعب وبيتضغط بس هو يعني سهل سهل مبساطة وبيردى بقليله أي شيء بسيط بيبسطه وبيساعده وأهم حاجة بقى أنت تجبر بخطر الناس وتبتسم فوش الناس وما تضيقش الناس وما تعكننش على الناس وما تقسيش الناس يعني يخلي كده اللي هو أي حد ممكن إن هو ينبسط إنه شافك أو ما دايقش حد وإنت سايق يعني أي المكان أو إنت جار حد فما تعليش الموسيقى عالي فدايق استمتاعه بلحظات من الهدوء يعني التفاصيل الصغيرة كده نراعي بعض ناخد بالنا من الحاجات اللي ما دايقش بعض ونحط نفسنا مكان الطرف الآخر دايما عشان نشوف إحنا هندي ولا لأ بتالي دي وصفة مهمة جدا نحن نغير الكراسي ونغير زاوية النظر وإن شاء الله أجازة سعيدة بداية من يوم التلات اللي جاي إن شاء الله يومكم زي الفل ولسه حلقتنا مكملة وفيها موضوعات مهمة جدا جدا هنشوفكم بعد الفاصل التالي الإيجابية السامة وتأثيرها على الحياة دائما ما نسمع عن أهمية الإيجابية وتأثيرها على حياتنا ونظرتنا لما يحدث لنا وحولنا لسيما وقت الشدائد لكن هل سمعتم من قبل عن الإيجابية السامة وكيف يمكن أن تضر صاحبها في بعض الأوقات يرى علماء النفس أن نهج المشاعر الإيجابية فقط في الحياة والتعامل مع كل موقف بنظرة متفائلة رغم صعوبته يمثل خطورة كبيرة على صحتنا ويقول المختصون إن هذه المرحلة تكون إنكاراً لحقيقتنا وبداية لحياة غير صادقة مع النفس ومع الآخرين فما أضرار الإيجابية السامة وما علاماتها وكيف نتجنب الوقوع فيها يا سعد نساكم مرة تانية وسعيدة عليكم من جاء تحية لكم ودكتور نبيل قط صاحب البيت كل يوم ما حد أهلا بك يا دكتور نبيل ومشرفونا ومن ورانا صديقتي الجميلة والكاتبة الكبيرة الأستاذة هنأ فتحي الكاتبة الكبيرة في مجلة روزة اليوسف من ورانا هنا تعيش ده نورك مجد يعني سعداء بوجودك النهاردة بسعيدة بيكم طيب هو فيه إيجابية السامة احنا طول وقت بنقول لكون إيجابي هل فيه إيجابية سامة فعلاً؟ إيهل هي الإيجابية السامة؟ بيتقال بقى إن الإيجابية السامة دي لأصحاب الوجه المشرق دايماً في الحياة خلوا بالكم إن فيه علماء النفس بيقولوا إن فيه حاجة اسمها إيجابية سامة إيه القصة دي؟ إن انت تبقى جوة المشكلة بس إنت منهار تماماً وإنت جواها فما بتشوفش نفس الخطورة فحد تاني بيقعد يدعمك ويقول لك كذا أنت ما بتبقاش محتاج اللي إحنا متصوري إحنا بنعمله على فكرة الإيجابية السامة دي تفاصيل كتيرة جداً إحنا بنعملها طول الوقت من منطق الجدعانة ومن منطق الدعم واكتشفنا إن هي هم بيقولوا إن دي زي ممكن تبحالة من الإنقار وإن أنت بتحط مشاكلك تحت السجادة في الوقت اللي المفروض إن أنت تظهرها وتفهمها وتواجهها مش تغطيها وتنكر وجودها وكأن التصرفات اللي إحنا بنعملها وإحنا متخيلين إنها حاجة حلوة جداً إنها ممكن تبقى إنكار لحاجات كتيرة جداً وبداية لحياة غير صدقة مع نفسنا ومع الآخرين ولما بنفقد الاتصال بنفسنا بيكون صعب على الناس إن هي تتواصل معنا بشكل صادق طيب إحنا بنعمل تفاصيل طول الوقت هنتعرف عليها مع الدكتور نبيل إحنا بنعملها كده وإحنا شايفين إحنا إيجابيين جداً وإحنا يعني إنسانيين جداً وهي أحياناً ممكن تبقى سامة جداً وفيه جزء تاني مهم إذا كان إحنا بنعمل الإسقاط السلبي ده أو إن إحنا بنعمل إيجابية سلبية على الآخرين وإحنا متخيلين إن إحنا بنعمل حاجة كويسة فإحنا كمان على نفسنا لما بنبقى بنعطي لمن لا يستحق أو بنعطي الشخصيات سامة فإحنا كده بنبقى إيجابيين سامين لنفسنا مش للآخرين الآخرين هم أو إحنا سبب المشكلة مش الآخرين قبل ما نفتدي مع هنا عايز أسأل حضرتك يعني إيه إيجابية سامة أوكي خلينا نقسم الموضوع ثلاث تقسيمات تقسيم الأول الإيجابية بشكل عام تقسيم الثاني الإيجابية الزائفة تقسيم الثالث الإيجابية السامة أو الإيجابية الضارة أو المؤذية تقسيم الأول الإيجابية اللي إحنا كلنا بنسع عليها إن إحنا نكون متفائلين محبين خيرين دي الإيجابية المقبولة دي الإيجابية المقبولة عندنا أمل في المستقبل عندنا أمل في الآخر عندنا أمل في النجاح عندنا أمل في التحقق عندنا أمل في بكرة عندنا أمل في بكرة فدي الإيجابية بشكل عام الإيجابية الزائفة هي زيها زي العلم الزائف وزيها زي الفلسفة الزائفة وزيها زي المشاعر الزائفة العلم الزائف شائع جداً تلاقي على السوشال ميديا تلاقي واحدة كتبة بتقول مثلاً إيه شرب بكوب ماء على غير الريق كل يوم مش عارف يخليك كذا وبعدين شرب بكوبيتين ماء ثبت علمياً أن شرب بكوبيتين ماء يخليك مش عارف كذا وبعدين شرب بخمس كوبايات ماء تعيشتون العمر فده اسمه العلم الزائف ففي الإيجابية الزائفة زي مثلاً لما أنت واحدة صاحبتك بتشتكلها وبتقول لها أنا مو بتدخل في حياتي فمدل ما تقولك حبيب تحكيلي بتدخل في حياتك إزاي تقولك أحميد ربان أنت عندك أم أيوة صح أحميد ربان أني عندك أم هو بتدخل في حياتك أو بتعدي مشكلة مشكلة في الشغل فتقولك أحميد ربان أني عندك شغل بالضبط أحميد ربان أني عندك شغل أحميد ربان أني عندك صحاب أحميد ربانك مشي على رجليك يعني دي بدل ما هي يعني كأنها بتفقرة بالنعمة لعندها هي كده بدل ما كانها بتفقرة بالنعمة لعندها هي كده بتضرها بتأذيها بتسكتها فمش هتتكلم معها تاني وهتحبط ومش هتعرف تتصرف الإيجابية السمة بقى ده المستوى التاني والإيجابية الزائفة أما الإيجابية السمة فهي يعني دي الإيجابية الزائفة لسه ما دخلناش على السمة لسه ما دخلناش على السمة السامة بقى هي إنه تيجي تقول لها ده أنا ماما بتدخل في حياتي تقول لك اخصى عليك وكمان تجرؤي إنك تقولي ماما ده ده كلمة وحشة جدا إزاي تقولك كام ده هنا بنفرض على الآخر نوع من الإيجابية هو أصلا مش عايزه فأنت الإيجابية السامة هي بنوجهه لسلوك ومشاعر التوجيب الزبط كده إن أنا بأز الشخص بإيجابيتي بأزيه بعدم إحساسي به بأزيه بتصوراتي عن حياته وعلاقتها مع أمها وبأزيه بإن أنا بفرض عليه وبتهمه بالتأصير وبفرض عليه إنه هو يحس بالزنب ويحس بالتأصير فدول التلت مستويات اللي أقدر أقول عليهم خاصين بالإيجابية طيب إحنا هنبعد الإيجابية الجيدة العظيمة اللي إحنا كلنا نفسينا إنها تكون فين وهنمسك في حاجتين يعني الزائفة والسامة إحنا بقى مش إحنا بنمارسة على الغير إحنا بنكون إحنا السبب فيها علشان إحنا بندي بلا حساب لناس لا تستحق أو بنعطي مشاعر لناس زائفة هي بيبقى الآخر اللي وقع في ورطة وقع في مشكلة في شيء جارح إحنا بنقعد وبندعمه وبنتكلم معاه بس إحنا ما سألناهوش إنت عايز اللي إحنا بتنلهولك النصيحة دي واللي عايز ناخدك يعني حد بيحب والآخر دبحوا عمل في حاجات كتيرة فأنت بتعودي تسمعي 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 تتكلمي كمان وتنصحي لأ وتشيلي من ورطة بس إنت ما سألتيش الآخر ده هو أنت كنت عايزني أنقذك ولا أرجعك لسبب جرحك فأنت بتشوفي السكة اللي هو كان لازم يمشي فيها طبعا هو بيحكي لك أنه متألم أنه مجروح أنه مات فبتفضلي وقت ووقت ووقت وطاقة وتخرجي بعد ما يتخطأ فعلا فعلا بيكتشف إيه ده طب هي ليه خديتني للسكة دي لا أنا كنت عايزة أو عايز اللي دبحني ده أنا بحبه قاوي ده أنا مش قادر فيعمل إيه اللي قدت ما يحبش اللي خناقه يعمل إيه بقى يدبحك أنت يديك السم يوم ورا يوم زي نقطة ورا نقطة بدون مش عارف إذا كان هو مدرك يعني ولا غير مدرك أنا شفت نمازج فيه نمازج بتستوعب أنك بالفعل أنت بتقفي معها وبيبوا عايزين رأيك ده هم عايزينك تقول لهم الكلام ده فبيخرجوا من هذه التجربة السامة جدا وتظل علاقتكم سليمة وصحية فيه نمازج أخرى ودي كانت مفاجأة بعد زمن طويل لهي أو هو ما كانوش عايزين يتخلصوا من قاتلهم لأ هم كانوا عايزينك تقول لهم لا استحمل لا خليك طب وإيه يعني معه فيه ستات بتعمل فيها إيه يعني أنت عندك تجربة أنت قلت نصيحة هم لموك عليها بعد كده مش بس لموني ده لهم عملوا قاتلهم بشكل أكثر جودة من أنت عملتي يعني أنت أنا مش عارفة هل هم مدركين نفسيا هل هم مدركين أن ما كان يجب أن يقوموا به تجاه الآخر سبب المشكلة أنهم بدل ما ينتقموا منه هو فينتقموا منك أنت هل هم هل هم هل هم هم ما كانوش عايزين السكة دي لا هم ما كانوا عايزينك لا خليك في السكة التانية خليك مع الآخر خليك مع القاتل خليك مع ففي الحقيقة في هنا لبس جامد إحنا كان لازم ندرس الشخص هل هزا الشخص هل هزي الشخصية كانت عايزة السكة وإنك تغذيهم بأدهم وتوديهم هنا تخرجيهم ولا كنت تسبيهم يعني إيه يعني هل أنت زي ما بتقوله تقعد تقول معلش معلش أو تقعد تسمعي طبعا أنت بتقعد تسمعي 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 هل كنت المفروض تسمعي ولا تقولي لا احمد ربنا ساعات بيبقى فيه ناس أنت عايزة تقول لهم لا احمدوا ربنا أن أنتوا عندكوا لسه عندك رجل لا احمد ربنا لسه عندك إيد لا احمد ربنا لسه عندك شغل لأن أنت لما تقعد تسمعي 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 وبعدين أنا مش عايزة الحكاية دي أنا إمتى أخرج أنا إمتى أفوق فأنت بتغذي بيد هؤلاء وإمتى أخرج وإمتى وطبطبي وتعمل بس في النهاية بتكتشفي إن الناس دي ما بتخبطش غير فيك وما بتعملش حاجة مطلقا أي إساءة لمن أساءوا إليهم دي مش شخصيات دي مش كتيرة أنا ما شفتهاش كتير بالعكس يعني أنا شفت الناس بتتخطى وبتبقى سعيدة إنك بتخطي بيهم إحنا كمان بنتعصر وبنبقى سعدة ببعن ينقذنا من عثرتنا البعض لا خالص ودي مفاجأة وعيزة دراسة بجد يعني دي خارج الكتب أنت بتشوفي ناس عملت فيك أنت اللي كان لازم تعمله في الآخر اللي ده بحك طب هنشوف هل دي حاجة مش في الكتب ولا دي شخصيات موجودة فعلا في الكتاب اللي هو أنت وقفت مع حد ثم أنه هو انقلب عليك وكأنك أنت الشر اللي جي في حياته ويراح لي سبب المشكلة اللي كان موجودة سانية هو بيبقى عايز يخليك أنت ليه عرفت ويتمنى لو موت أو بعت أنا تعريت أنت بس اللي شفتيني أنا بس اللي صوتت ولطمت وحكيت وقعدت وقلت قدامك أنت بس فبتبقى أنت بس اللي مكروه أنت بس اللي شفتيني أنا ده تحليلي أنا ماش عارف طب في لحظات الضعف أو الإنهزام الإنساني ده هل كل الشخصيات تكره الناس اللي شفتها في هذه اللحظة؟ لا أنت لا طبعا لا طبعا مين بقى الشخصيات اللي تفكرها؟ في ناس مؤذية وفي ناس بتحب يعني أكيد في ناس بتحب بس في ناس ما تحبش أن هي تبان في ضعفها أو في ناس مؤذية لأنه هما ما بيتعطفوش إيه نوعية البشر اللي يكره ويبقى عايز يمحي من على وجه الأرض الشخص اللي شافه في لحظة ضعف وانهي واللي خد بإيده يعني برضو يعني فيه أنواع مختلفة من الناس بس أكترها هو الناس الهشة اللي هما مش قادرين يقبلوا وضعفوهم وبالتالي مش قادرين يشوفوا ضعفوهم بعيون الآخرين فعايزين ياخدوا مسافة من أي علامة على اللحظات اللي هما كانوا ضعف فيها طب نعرف إزاي أن هما كده عشان ما نروحش بعد سنين يا صغير مش هنقدر نعرف بعد سنين طويلة مش هنقدر نعرف إحنا بنعمل حاجات إحنا مؤمنين بيها سواء كنت مساعدة أو حب أو تعاطف إحنا مؤمنين بيها بنعمله عشان اكتشفنا زي ما هانا بتقول بعد سنين طويلة هي اكتشفت النوعية دي أتعامل إزاي بقى طب إحنا يعني أنا بس عايزة لا أنا بقول لدكتور نبيل إحنا نتعامل إزاي هاخد مسافة هاخد مسافة أتجنب أركز على نفسي أركز على أنا عملته أقول لنفسي أن أنا عملت ده عشان أنا كده عشان أنا إنسان كريم عشان أنا عملت الحير وخلاص طبعا عشان أنا إنسان محب عشان أنا إنسان جدع عشان أنا إنسان آآ آآ حنين ودي حاجة تخصني ما تخصش الآخر وبالمناسبة الناس اللي بيعرفوا يحبوا الآخر والناس اللي قادرين على تلقى على تقديم المساعدة هم أكتر ناس أكتر سعادة من الناس اللي اللي ما بيخدموش أو بيحبوش أو بيقدموش مساعدة يعني عشان بس أبقى يعني إحنا طبعا أنا خدت إيه؟ أنا بساعد الناس ليه؟ أنت بتساعد الناس عشان أنت بتحس بسعادة أغلب دراسات السعادة بتتكلم على إنه الناس اللي المنطلقين والمنفتحين على الآخر والخدمين والجدعان والمتواطفين هم الأكتر سعادة عما الناس اللي خايفين ومرعبين وبياخدوا مسافة وقلقانين هم الناس أكثر تعاسف فأنا وأنا عايز أقول لنفسي أقول لنفسي طيب ما هو تعيس يعني هو إنسان تعيس حتى مش قادر يقبل لحظات الضعف اللي هو كان فيها ببساطة يعني فأتجاه لك أن لم يكن طبعا أنا أركز على نفسي بس أنا كنت عايز أتكلم تاني على موضوع الإيجابية الأستاذة هناك كلمت في البداية خالص على موضوع إن أنا أسمر وهو ده مفتاح القصة لو أنا شخص إيجابي بشكل مبالغ فيه أو لو أنا شخص مش عايز أبقى إيجابي زائف عايز أبقى إنسان إيجابي فقط أو إيجابي بشكل إيجابي زي ما نقول مش إيجابي بشكل سلبي أو بشكل سم زي ما حياتك بتقودي إن أنا أسمع إن أنا أكون مهتم بمعرفة ما يشعر به الآخر لأن أحد تعريفات الإيجابية الزائفة هي تجاهل المشاعر السلبية أو رفض المشاعر السلبية أو تخبيط المشاعر السلبية يعني حد جاي حزين فبدل ما أقوله أنت حزين لي أقوله ما تحزنش على طول وش كده طب أنا أعرف أعرف الأول هو حزن لي وتعاطف مع حزن ضبط كده أعرف الأول هو حزين لي أسمع منه هو حزين لي وأسمع منه وتعاطف مع هذا الحزن وأفكر معاه في الحزن ده مدى عمقه ومدى جزريته إلى آخره وبعدين أبقى أقوله طب ما تيجي نعمل حاجة حلوة مع بعض إنما أخروح داخل عليه مباشرة وقوله لا تحزن أو أنا شخصيا أتعامل مع حزني بتعالي وأتعامل مع حزني عينه ضعف أو لأنه حاجة مش حقيقية أو حاجة مش إيجابية ده حاجة مؤذية ده الإيجابية الزائفة أو الإيجابية السمة طيب أنا هقول لحضرتك مجموعة من المواقف وحاجة تقول لي هما بيقولوا إن ده غلط وإن إيه الصحة اللي كان فيها واتشاركنا هنا يعني هما بيقولوا إن أنا عايزة أشوف بس المجاملات الزائدة دي هي أول حاجة ولا في بديين هما بحاجة تاني طيب المجاملة الزائدة إن إحنا إنتي مثلاً هناك لما تنبهري وتعجبي إن واحدة صحبتك خسط بلاشت يقول لها إحنا كلنا على فكرة بنعمل هذا الله إنتي خسيتي برافو عليك هما بيقولوا بقى إن ده ممكن يحسس إنها كانت تخينة قوي أو إنها دلوقتي حلوة علشان لما خسط لكن قبل كده مكنتش حلوة وهي تخينة وإن إنتي كنت شايفيها كده أو إن إحنا كنا شايفينهم كده ما هي نفس الورطة الناس عايزة تقول لها إيه يا سهير لا ما هو إحنا بنعمل كده إحنا بنعمل كده لا أنا أقول لها الله إنتي حلوة إنتي خسط أنا بالنسبة لي أنا بقى أبتدي إن أنا أقول للشخص إنت خاسس ولا أنا مش أخد بالي فيقول لي آه لا أنا خاسس أقول له طب إنت خاسس صحة ولا خاسس مرض أقول له أنا خاسس صحة أقول له بروفو عليك آه أوكي طب لو قال له أنا خاسس مرض أقول له ألف سلام عليك أقول له لا ده أنا مش خاسس ولا أنا خاسس ولا يا حاجة أقول له طب والله إذا لطيف جدا بس وخلص وخلصنا لما أنا أروح وأخذ حد داخل خاصة أقوله أوه واو بتاع مش عارف إيه طب وبعدين طب ما هو خلص ما عادش يارف يتكلم والله أنا شخصيا كلنا بنعمل كده أيها ستات بيقوله كده البعض آه خاصة برابة عليكي أنا خاصة لأ أنا لو مش هتعرف تتكلم معاك تاني حتى لو عندها مشكلة صحية مخصصاها مش هتعرف تقولك لو هي زعلنا من خسسانها ونفسها تدخل شوية مش هتعرف تقولك طيب هقول لكم حاجة كمان بيقولون نعم أصدق هنا أنك بتكتمي مشاعرها بتكتمي التواصل بتعطل التواصل أصلا لو هي نفسها تشتكيلك أو تحكيلك مش هتحكيلك أو ممكن أن يكون بنحرجهم أو ممكن أن يكون بنحرجهم طبعا طبعا أنك تقول لحد أنه لازم يكون ممتني للي عنده ده زي اللي كنا بنكلم فيه لما حد يشتكيلك فاتفكروا بالحاجات الكتيرة والنعم اللي في حياته أنه لازم يفكر في ده بدل ما يفكر في اللي خسره واللي زعلان عشانه بيقولوا أن ده ممكن يبقى مؤذي في اللحظة دي أكتر مما نتصور صحيح إحنا بنعمل الغلط ده صحيح؟ صحيح صحيح لا بس كده إحنا بنحسسهم أن إحنا بنقر عليهم ما أنت عندك أنا مش بقول كده لا أنا بسمع إحنا بنحاول أن إحنا الحمد لله أن أنت عندك كذا الحمد لله كل أعتقد أنا بعمل كده يعني أعتقد ناس كتير بهم كده أه chemin ناس بأغلط знاش ده مش غلط في المتلق هم ده مش غلط في المتلق الغلط في المتلق هو أني أنا جاي أشتكي من حاجة عندي مثلا أنا جاي بأشتكي من إنه العربية بتاعتي عطلانة فحد يقولي إحمد ربا عن أنك عربية دي كلا**** مش حلوة يا ساتر يا رب عوزو بي بالضبط كده أم أنا جاي أشتكي من أنه أمي بدايقاني مثلا زي ما قلت المثال الأولاني فективيا إحمد ربا عن عندي أم فيه ايه يعني فهو دي ده اللي هو الامتنان المزيف ده امتنان مزيف فاحنا بنقول لا ادي فرصة للشخص انه يشتكي وانك تسمعه وانك تحزن معاه او تتعاطف مع حزنه طيب تمام ان احنا لما يبقى حد منهار وسبب شغله او انفصل او عنده حاجة صعبة فنقوله بص للحكمة كل حاجة بتحصل لسبب وكذا فنقوله ان ده موزعة جدا جدا وان ده غلط كبير جدا جدا طيب الصح ايه ده الغلط زي ما قولنا زي ما قولنا ايه نقول ايه في المقبل ما تروحش في الحتة دي تتكلم معاه ويقوله طب ايه لتعبك طب انا قدر اساعدك ازاي ونفتح له السكة كامل فيه جمل محددة لو انا ده صحبي وده حبيبي وانا خد يبالك احنا عايزين بس نقول ايه فيه مستوى انا شخصيا لو الشخص نفسه عايش في ايجابية زائفة يعني هو طول الوقت عمل ليه لنفسه اه الحمد لله اكله خير اكله تمام ويدني عمالة التربق على دماغه بس هو عمال مبتسم ابتسامة زائفة وعنده مشاعر زائفة ايجابية وماشي بها المشكلة بقى انه هؤلاء الاشخاص لما يجوا يتعاملوا مع الناس تنين هيئزوهم ليه لانه مش هيدنه فرصة اوانا هيحسسه بالزنب لانه هو بيشتكي بالزبط وثانيا هيحسسه بالتعالي لانه هو بيتعالى على الاخرين بمشاعره وثالثة هم مش هيدنه فرصة انه هو يعبر عن نفسه ايه اللي عمله مع واحد جاي يشتكي انه هو اساب شغله اقوله يا خبره بيض طب وبعدين طب هتعمل ايه طب هايحصل ايه او تعالى نفكر ممكن نشتغل او طرق تانية ايه الابواب المفتوحة ويلا اكيد فيه ابواب مفتوحة وفيه اماكن تانية والدنيا ما وقفتش اه نحنا نفكر معا نحنا نفتح نرفع السماء لفوق شوي بعض انواع بعض انواع الجمل الايجابية ليست مؤزية مهيش على اطلاقها مؤزية زي ما اقوله زي ما اقوله مثلا ايه حمل حدث فاقوله يعني الخير ده اللي القاهوة خير فداك بس بعدين ما اقفش عندي هنا بقى اقوله طب هتعمل ايه طب وادات العربية فيه انت طب ايه اللي حصل انما لو انا وقفت عنده قصة على الخير اللي جايلك استنى الخير اللي جايلك ما تشتكيش اوعى تشتكي اوعى تقرر مش عارف ايه هنا يبقى دي ايجابية مسممة فعلا انا بقرف الراجل بالاجابية بتاعتي طيب بيقوله كمان المبتسم دائما ان الابتسامة طول الوقت لا تعني السعادة تعني فقط ان فيه شخص كبت مشاعره اللي هي مهم ان هو يتكلم عنها ونقشها ويتعامل معاها ولكن هو بينكر لها ومش سامح لها بالتواجد انت قبل ما نسمع دكتور نبيل رأيك او بتبع عندي حاجة لا انا هكتبها في مقالة لا انا هطلعها في قصة قصيرة لا لو انا بقى بمثل لا طب ما نخلي الحالة دي بقى جوه جوه مغلية قدر مكتوم هيطلع على الكاميرا اظن ان ساعات هنا بيبقى دا لازم اظن للناس العادية لا دا ما يصحش طب للناس العادية يا دكتور كبت المشاعر ما احنا بنقول انه الايجابية الزائفة هي عدم اظهار مشاعرنا وكبتها او تجاهلها او عكسها يعني انا بقى في ورطة كبيرة جدا واتعال مع دا انه خير فيه خير جايلي وابقى مبتسم وقول الحمد لله من خير معمل اي حاجة ممكن اقول الحمد لله وقم اعمل زي اعقلها واتوكل لكن ان انا ابقى مبتسم زي ما حياتك بتقولي كده وماخدش موقف من الازمة اللي انا فيها وخلاص دي كارسة لانه ممكن اموت ممكن يبقى عندي مرض خطير ممكن يبقى عندي مرض خطير وانا مبتسم واخد الامور بايجابية زائفة ومنتظر الحكمة او منتظر يعني الخير اللي هو مبتسم والبيع على ربنا بالزبط بالزبط فده خطر طيب بيقولوا ان احنا نقول لشخص في ظرف صعب ازاي اقدر اساعدك محتاج مني حاجة اعمل ايه عشان تبقى كويس ان الاسئلة دي في اوقات حرجة بتبقى عبء لان بيبقى شكلها مساعدة كبيرة وعطاء لكن هي في الحقيقة مجرد كلام ما بيتعملش بيه اي حاجة خلينا نعرف رد القصة دي وكمان جمل كتير ومواقف كتير احنا بنعملها وهي غلط نعرف ايه الصح اللي المفروض نعمله فيها بعد الفاصل بنجد تحية مرة تانية لكل مشاهدين فيه ايجابية جيدة اللي احنا طلوقت بنقول نحنا كن ايجابي لكن فيه ايجابية زائفة وفيه ايجابية سامة زي اعرف افرق او اللي انا بعمله ده ايجابية زائفة او ايجابية سامة سواء بعمله للاخرين او بعمله في نفسي نتيجة عطائي للاخرين وكنا بنتكلم قلنا مجمع من التصارفات والمواقف والكلمات اللي احنا بنقولها وانه هي ممكن هنا تتحول من تصوري انها ايجابية ودعم الى ايجابية سامة طيب هنقول للدكتور نبيل الاستاذة هنقديم مساعدة غير محددة ان انت تقول لشخص في ظرف صعب ازاي يقدر ساعدك محتاج مني حاجة اعملي عشان تبقى كويس بيقولوا ان الاسئلة دي ممكن تبقى عبقى ومن احنا نياتنا اكيد انها عطاء انا شايف انها جمل كويسة لا طبعا انا شايف انها جمل كويسة طالما انها ما فرضتش المساعدة على الاشخاص قل ل عمل لك ايه قل لعم لك ايه لازم تقول لعم لك ايه لان برضو لازم تقول لعم لك ايه اقدره اعمل ايه لا انا مقوله تحب يعملك حاجة تب انا موجودة طب انت عاييه لو عايز مني حاجة لاني بس وخلص لما أنا شايفين دي جمل بتقول إن أنا موجود وأنا متاح وأنا في خدمتك وخلص يعني أنا شايفينها جمل جيدة صحيح أنا مع الدكتور لا لا جمل جميلة في بقى أنا مشغول جدا دايما طول وقت لما بنحب يعني نبرر للناس إن إحنا الغياب أو عدم السؤال أو كلنا بنعمل هزي الأخطاء وأنا أولهم إن إحنا قدقين إحنا مشغولين وقدقين إحنا مش عارفين نخلص الورانا ومحتاجين 24 ساعة للـ 24 ساعة ده بجد بيبقى إحساسي بس بيتقلب عن فكرة إن إنت بتصدر للناس ده بتخلي اللي قدامك يحس إنه ما بيعملش حاجة في الوقت اللي إنت مشغول فيه جدا أو إنك بتحس اللي قدامك ما تلوبش منك حاجة لأنه ما هي محتاجك إن إنت مشغول جدا ومش هتقدر تساعده طبعا طي المواقف دي إيه التصارف الصح حشان ما بنبقاش إيجابية سامة أنا مش عارف فأنا برضو عندي المشكلة ديت إن أنا يعني أنا صحابي إحنا باللهيك بالعافية بيقولولي إن أنا مشغول يعني أنا مشغولة بس أنا متاحة 24 ساعة إنت باللهيك بيصعوبة مع أنا مش عارف الواحد يعمل إيه يعني أنا فعلا أنا واحد من الناس اللي بتقيت أخد بالي من القصة ديت إن أنا ببقى مشغول أغلب الوقت فأنا محتاج إن أنا أركز أكتر في إني أكون متاحة في إني أكون أصدقائي وإن أنا أكون ريبي علشان دي حاجات أساسية في حياتي ما قدرش إن أنا أعرضها للخطر ووقعها فيعني أنا بحاول الحقيقة بيحاول إن أنا أنتبه للحكاية ديت حتى لما أتكلم مع أحد بيحاول إن أنا أتكلم في وقت أبقى قادر أديله وقت وراحة في الكلام ما بقاش مستعجل وأنا بتكلم بالزبط ما بقاش مستعجل طب إحنا المفروض نقول إيه بدل أصل أنا مشغول طوالوقت وسامحني عشان مشغول ما نقولش كده لأنه مش مش مشكلته هو إنك مشغول طوالوقت صحيح أقوله أنا هقدر أكلمك إمتى هتكون فاضي إمتى أنا هكون فاضي إمتى وبحس إنه ياخد وقته معي أو أنا بعتزل أقولش أنا مشغول طوالوقت لا هنبقى فاضي أنا فاضي مثلا بعد الساعة خمسة يلا نتكلم وفعلا أنا بقى فاضي بعد الساعة خمسة أو أفضي نفسي أو أفضي نفسي فكأنه معي بالضبط لكن فكرة أنا مشغول طوالوقت طب خلص شكرا يعني خليك لشغلك يعني مش هكلمك تاني يعني صحيح كده ممكن نتفق نقول لبعض هو إيه اليوم اللي ممكن نشوف بعض فيه ما تيجوا نحدد يوم وساعة ونشوف بعض فيها ونفضي نفسنا بالفعل في اليوم والساعة دي ونعد طولي اليوم سواء أو إمتى مناسب أكلمك أو إيه آه إنت متاح إمتى آه علشان إيه الوقت اللي عندك الظروف آه 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 ده حقيقي آه 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 أنا بعمل كده يعني طيب كان ممكن يكون أسوأ المنطق ده طبا اللي هو احمد ربنا الحمد لله ناجت على قد كده بالتاع هي بيقولك هتلاقي لي يقولك كويس أنه ما حصلش أوحش من كده كان ممكن يكون أسوأ من كده نفس الفكرة دي بيقوله نها ما بتسمحش بالتعبير عن المشاعر والخوف منها ومش مفروض تكون المشاعر الحزينة مخيفة أبدا لما حد وسط المشاكل دي يقوله المهم إن إحنا عايشين وكفاء إننا على الأقل ما متناش ده بيغطي على مشكلات مهمة الانتباه لها طب الموقع اللي زي كده ما احنا نقول الحمد لله إنها جات على قد كده كلنا بنقول الحمد لله إنها جات على قد كده الحمد لله يا رب وقالت الحمد وشكر في كل محوال الغلط فيها الغلط فيها إن أنا ببص بس على نصف الكوب الملقان ما ببصش على نصف الكوب الفاطئ يعني أنا وأنا بقوله الحمد لله إننا جات على قد كده أقوله سلامة رجلك وريني كده إيه اللي حصل إنت هتعمل إيه؟ يعني فاهماني إن الغلط هنا إن أنا محتاج أبص على نصفي الكوب الماء الملقان والفارغ لكن لو أنا بصيت بس على نصف الكوب الملقان فأنا ما بديش فرصة للشخص لا يطلب مساعدة ولا يعبر عن دعبه ولا يعبر عن وجعه ولا عن خسارته لكن لما أنا أقوله إحمد ربينا إنها جات على قد كده وبعيني أقوله طب أقول لي بقى المشاكل إيه؟ لكن مش بقوله إن أنا ما أقولش ده لكن لما أقوله لأ ما تتكلمش لأ إحمد ربنا لأ كذا يبقى أنا هنا بحرمه من إنه يتواصل أو يعبر عن قد إن أنا أشوف وجهاي العملة طبعا لأ أنا أقوله أقول كل حاجة توجع وريني الجرح أقول أه طب إحكي إنت ممكن تخف إزاي لكن ما بقولوش إحمد ربنا إنها جات على قد كده طب كواسن الرقابتك ما تكسرتش كمان كواسن العمود الفقري لا آه تمام معاية تسرخ قول إحكي هتخف إنت هتخف يعني ده دايما ده دايما كلامي إحمد ربنا طبعا دائما إحمد ربنا طبعا الحمد لله يعني قبله وبعده أثناءه طول وقت طبعا وده حقيقي وده حقيقي بس يعني أنا دايما لأ أنا بحب الناس تتكلم طب قول مالك فيه إيه ولما عايز يقول آه ما يقول آه أو يصرخ ما يصرخ والمفروض إن أنا أسمع والمفروض إن أسمع طيب إنك تقول لشخص قد إن وظيفتك متعبة جدا أصعب من وظيفته بيقوله إن ده بيخليه يبقى مؤذي جدا لأن أنت كده كأنك بتقوله إن أنت مش بتواجه التوتر اللي أنت بتواجه أو أن أنت بتشتغل ساعات أطول أو عندك مشكلة في الشغل أو أن هو لازم يتحمل اللي هو فيه أو إن مشاكله مش حاجة قد مشاكلك اللي هو لما أنا أقول للحد بالمعنى يعني أنت مكبر الموضوع شوية أنت بتبالغ شوية إيه الغلص ده برضو ده واقع إحنا بنعمله أنا بكلمك دوقتي على واقع إحنا بنعمله ومش شايفينه هو أخطاء شايفينه عادي أو إمتنان أو دعم لا هو مش دعم ده هو معايرة أنا بعاير واحد إن شغله أقل من شغلي وبعاير واحد إن أنا تعبي وشلتي أكبر من شلته ده معايرة يعني ده أنا بقول للواحد أنت أقل مني أنا شايل أكتر منك أنا أقوى منك فده مش دعم يعني لما أقول الواحد إن أنا شغلي أصعب منك وإن أنت بتتكلم في إيه يعني يعني ده كلام مش لطيف يعني لازم يكون عندنا يعني حتى بالحس العام يعني يعني النقطة دي بزاك أنا معاك إن هي سامة جدا آه طبعا يعني مش زائفة طبعا بس سامة جدا ده معناها إن أنا مش عايزة أسمعك آه خلاص بقى أنا عندي أكتر منك ما تفتحش بقك كأنني مش عايزة أسمعه عندي واحدة صاحبتي كانت مرتبطة بحد بتحبه كان لما تيجي تكلمه في مشاكلها يقول لأ إيه مشاكلك التفهة دي اللي هو مثلا خلافاتها مع صحابها خلافاتها في الشغل يقول لأ أنا عندي مشاكل أكبر بكتير من ده إيه التفاهية قفلت منه وثابته طبعا لمجرد طبعا هذه الجمل فهذه الجمل بتاعلا قصية وجرحة وبتقفل الناس وبتقفل القلوب وبتقضي على المشاعر صحيح ما بيسمحش للآخر أن يعبر عن نفسه أولا بتحرم الآخر أن يتكلم بتحرمك أنت شخصيا أنك تتعاطف معه أو أنك تحس به أو أنك تتعرف عليه يعني أنا أتعرف على شخص إزاي وأنا بيقول له لازم تكون كويس طويلة مش هتعرف عليه هتعرف على إيه عنده هتعرف على إن هو مبتسم وبيضحك وبيهزر طبعا دي ما بتعملش علاقة مع حدي آه يعني إحنا بنتعرف على الإنسان في كل طبعا وهو سعيد وهو مكسر طبعا وهو ناجح وهو مطفي وهو منور وهو زفة يا لا مش كلهم طبعا عندهم الجزء بتاع التسلط دا يعني الاهتمام بفكرة مشاعر المرأة واهتماماتها وتفاصيلها كسوفوا إن دي تفاهى وإن هو يعني عند حاجات أكبر من كده وإن هي يعني وهم عندوش حاجة خالص ومخة صغير كيفاش عند حاجة خالص عندوش حاجة خالص الوهم كبير آه إيه يا دكتور آآ على حسب اتنين ستات تبيع السمع الرجال أو إنت يعلم لأ أنا رأيي لأ لأ أنا ما أنا عارف أنا معاكي في الكلام ده أنا رأيي إنه المسألة في اختلافات الاهتمامات وده هو حقنا حق كل الناس إنها تهتم بشكل مختلف الرجالة بيهتموا بالكورة أكتر النوع ستات بتهتموا بالكورة بيهتموا بالقهوة لا خليها نقول لا أنا لا الستات بيهتموا أكتر باللبس يا بختك وبالموضة وبالحكايات وبالعلاقات أكتر بلازم يدي قيمة لكل اهتمام لا أول ما ما نقللش من قيمة ده أو شكواها أو متعبها أو شغلها أو أي حاجة إن ده شيء من التوافه أيوة ما نقللها ما تشغليه دناغي مليانة مش عايز أيوة ما هو ده ممكن يكون بالإيجابية برضو المؤزائفة إنه أنا اللي عندي إيجابي أكتر طب يعني إحنا نقول تعالي على اللي عندك يعني للستات لما يكون عندها راجل بهذه المواصفات إنجوي بنفسك لا فهميه ما بيفهمش على صد لا 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 بخليكي مؤمنة إنه إنتوا نوعين مختلفين نوعين من البني أدمين مختلفين وإنه طالما إن نوعين مختلفين عاشين مع بعض يبقى لازم يفهموا بعض إيه الاهتمامات والاختلافات اللي بينهم عاملة إزاي فإحنا درنا إن إحنا نفهم النوع الثاني اللي هو كسبق كراجل أو ست أنا كنوع تاني ستة أو راجل بحس بإيه وإهتماماتي إيه وإنه ده يقدر زي اهتماماتك طب النوع التاني ده ما بيستقبلش ما سمعوش يبقى عنده مشكلة يبقى دي مشكلة بقى دي مشكلة أكبر مشكلة أعمققهم مشكلة أكبر أو أعمل وقفة اة مش أسمعني مش هسمعني أخد موقف لا مش هسمعني مش هسمعني لا ما هي خلاص ما هي كده تبقى بايزة لكن انا اصلا اخد موقف معاها اقول له لا اه ده لازم يحصل كذا لازم يعني اخد موقف والله نشوف الستات بتعمل ايه اعتقد الستات جربوا كل ثم يأسوا واحتسبوا نفسهم عند ربنا طيب خلينا نقول مجملتك لشخص في وقت صعب ما تقولش لصاحبتك او لصاحبك وهو مفاركش ان قد ايه هي كانت حلوة لان ده هيساعد في كابت المشاق يعني ان انت كده احسن والحمد لله انك خلاصت منه وا 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 بيقولون ان دي ايجابية سنة مش المفروض في اللحظة دي نقول كده طب ما احنا بنقول كده بنقول كده هي بنقول كده بدمير مستقبل حاجة قوية وطبيعية واه وانت احسن وهتبقى احسن وانت احلى هو احنا ممكن نقول كده بس واحنا متعاطفين واحنا مسكين ايدين بعض احنا متعاطفين المشكلة انه الاجابية المزائفة اللي الحب نتكلم عليها ان احنا لما نقول كده واحنا مش متعاطفين الحمد ربنا انت عايزة ايه احسن ما كنت حصل كذا وكذا لكن واحنا يعني دي جمل ايجابية سنة اه طبعا لما نعملها بت جمل كده ندي هذه ايجابية سنة لما نقولها وإحنا مش متعاطفين وإحنا مش بندمع معاهم أو إحنا مش مسكين إيديهم تبقى إيجابية سامة لما نقولها وإحنا متعالين وإحنا رفضين من هما يعبروا عن نفسهم أما تيجي تعيط فأقولها ما تعيطيش إن شاف يا بيت إجمدي ما تقوليش كده خليك قوية خليك قوية لما نقول الجمل دي جمل صعبة ما نقول هاش لكن نقول في التوقيت نعم في التوقيت وهي منهارة أيوة لكن في العادي بعدين شوية نقول الكلام ده لكن وهي منهارة وهي تعبانة وهي بتعيط أقول لها حبيبتي قلبي معاكي الحمد لله أنت كويسة صحيتك كويسة خد بالك من نفسك إحنا كلنا مع بعض هنا بيبقى فيه تعاطف بقى فيه مشاعر لكن لما أتعالى وأقول لها أحميدي ربنا واللي جاي أحسن وأنا متأكدة إنه اللي جاي أحسن ومتأكدة إنه هيجي لك أحسن منه متأكدة منين يعني بتاع إيه يعني لا خلينا الأول كده نتبطب على بعض والباب يفاوض جمل بس ما فعل الباب يفاوض جمل لا مش صحيح أنا بعضهم واعتبري وراح بعضهم وبعضهم بقول لهم أنا الكلام ده كان نفسه أقوله من زمان والحمد لله يعني أنا بابقى سكتة وشايفا العلاقة دي نهايتها إيه مش بس بقول احميدي ربنا بس وأنا باخد بالإيد وأنا بطبطب لا ده أنا بقول يا ده كان لازم يحصل من زمان طب جملة يا ده كان لازم يحصل من زمان ودي جملة برضو بتتالت كتير دي أخبارة إيه سامة ولا مش سامة على حسب السنة قلتها كثير على حسب يعني لو أنا هو بيجملك دلوقتي عشبت الموجودة بيقول على حسب قولي أنا سامة لا أقول الحقيقة أنا مش هزم هقول لك هقول لك مثلا دلوقتي لو أنا عايشة مع جوزي بقى عشر سنين وبعدين سبته أو هو سامني فأنا هتروحين تجاه تقوليه ده كان لازم يحصل من زمان انتين بتحسين بإيه بتحسيني بالندم لا انت ربنا نجاكي آه دي بده هتلسى الندم لا تقوليه ان انت كان مفروض من عشر سنين ما تبقاش في العلاقة دي بتقوليه ان عشر سنين رحوا من عمرك هباء ما هي هتحمد ربنا بقى نوم مش تلاتين ما عرفش أنا بحس يعني خلصت يعني أكيد العشر سنين دورك يفهم حياة كويسة يعني انت عايز تقول عايز أقول ما نعليش عن ناس عايز أقول ما نعليش قوليها يا هناء بس مش في وقتها ما نعليش عن ناس مش لكل الناس يعني دي ناس فرصة مش بتتقال لكل الناس لا هي بتتقال برضو في لحظة حد بقى فرحان انه نجا تمام تمام لكن حاجة تقصد ان التوقف أقصد انه كمان الحاجات بخير وشره يعني زي ما قلت كده بشوف نص الكوب المنقان ونص الكوب الفر والله هي وكمتين ممعيزات كذا بزبط كده وكمتين يوم كذلك عشر سين دول كان فهم حاجات وحشة والحمد لله انها جات على قد كده وده آخر حاجة إنه ما قوم قيل والله أنا متأكدة إنه اللي جاي أحسن وإنه العشر سين دول كوب والزفت أو زي ما نقب تقول كده ده كان لازم يحصل من زمان انت تأخرت ما عيش في ندب ما عيش في الزمد لا والله ما خدش القار من زمان طيب كلمة خليك إيجابي بيقولوا إن الاحتفاظ بمشاعر إيجابية دي حاجة مهمة جدا طبعا كلنا ما اتفقين عليه لكن الإيجابية اللي بتيجي في الوقت اللي ممكن يغطي على الشعور بالمشكلة ورؤيتها وتفكير فيها زي ما احنا قولنا مثل السجادة إنهنا في ناس تكنوس كده وتحط تحت تحت السجادة المهم مشاكل الخارجي مضيف ويقولك إيه البيوت من برها حاجة ومن جوة من برها اللي هلا ومن جوة يعلم الله فهو ده فبقولوا بلاش الإيجابية اللي بكتحول لخوف فظيع من مواجهة السلبيات وإن أهم حاجة إن احنا نكتشف المشاعر ونتعامل معها سواء كتحزينة أو سعيدة صح صح جدا أهم حاجة نكتشف المشاعر إمتى نقول لحد خليك إيجابي وإمتى بنقولهاش مش في اللحظة الألم مش في اللحظة التعب ولما الموضوع يبقى فيه إعاقة حصلت يعني الشخص مثلا دلوقتي منهار ومش قادر يطلع مش عايز يطلع مش عايز يطلع فأنا بقوله تعالي يعني إحنا كلنا بنمر بالكلام ده وبناخد موقف فأنا عايزة تاخد موقف بقى وكفاية كده لكن أنا مبقاش شخص مرفوض لسه من شغله أو سائط لسه وعارف نتيجة الامتحان وقوله خليك إيجابي يعني أعود معاه وطبطب عليه ويعاية على سدري وهديه شوية وممكن نخرج ده كل حاجة مع بعض وبقاين شوية بشوية أنا بتجنب نتكلم في إنه خليك إيجابي بتبقاش هروح ناطط في وجه شعرت وتقوله خليك إيجابي وإلا أنا بتدريش وصا هدي له فرصا هو هيحزن وخرج كل المشاعر اللي جواه تجاهل المشاعر هو أخطر حاجة سواء في نفسي أو في الآخر طيب يبلانا تجاهل المشاعر طيب أنا إزاي أنا وأنا بقرأ الإجابية السامة دي أحسنتي أنا نفسي بقى من الإجابية السامة على نفسي طبعا مش أنا طبعا في جمل من اللي إحنا بنقولها دي أنا بقولها زي زي أغلب الناس وفاكرين إن هي دا الصح الصحيح المظبوط في الوقت الصحي في كل حاجة لكن في حاجة تانية إن أنا مثلا إن أنا أقدم المساعدة طول الوقت الأشخاص أنا أحس إن هم ما يستحقوش أم ممكن قبل ما اكتشف إن هم ما يستحقوش بابقى بدي من قلبي لكن حتى بعد ما بكتشف إن هم ما بيستحقوش بدي برضو هل دي دافع آه وهم الإيجابية هيا دافع لمؤزي architectural نفسي لا مش مؤزيه مؤزيك أنت أنا أقول مؤزي هذا واهم الإيجابية أنا أعجابي طول الوقت أنا أعجابي على الدوام لا أخدي موقف مع نفسك لا أخدي موقف وزعلي واخضبي وقطي وقطي واخضبي منه يعني لأ أخدي موقف طبعا مش مطلوب مننا أنا أحب إيجابيين مع الآخرين طول الوقت طب الأمهات أغلب الأمهات المصريات يعني هم كده برضو ده مع الأبناء فقط مع الأبناء ومع الأزواج وبيكونهم يعني مورينهم كل أشكال الطيف من الألم والعنف في أي مكان شكله وبتقف وبتبقى جدعة ومسندة وداعمة بس هي نفسها بتبقى مؤذئة من أم تأذية والأمه مش نموذج في الحلقة هو دلوقتي بصي يعني مورينهم لا بكلم على زوجها أنا هنا كزوجها مش بسها على فكرة والله يا مدام هنال ليه وانت ممكن أبدل ابني وابني اللي ما يستحقش أنا رأيي أنا رأيي ما دي الأم أشار كده بقولك مش نموذج أيوة لا أنا بتضر بغدى النظر أنا بتكلم أنا على الشخص اللي بيعطي بقى ما احنا دلوقتي عايزين نوجه الأمهات إنه ما تقعوش في عيقونة الأم المقدسة والمثالية والمعطاعة التي لا تحسن ولا تغضب الجامعة التي بيجي لها غدى وبيجي لها تتغلل متعدد وبيجي لها سكر وبيجي لها ضغط الشامعة التي تحترف من عجل الآخرين أنا رأيي إنه حتى الأمومة نفسيا مش مظهور من حقها إنها ترفض وتغضب وترفس وتقول لأ أنا مش عاملة أنا مش طبخة أنا مش مش هطبطب لا اسمعوني لا أحسوا بي أنا طبعا شايفهم ده ده مهم يعني طب يعني الشخصيات دي انت شايف إنها تتغير من هي يكون عندها موقف وتعبر عن نفسها بشكل صادق ترفض وقت ما يكون لازم ترفض تقول لأ لو أنا بعرفش أقول لأ اتعلمي أنت يا سويا أنا أو أي حد اتعلمي اللي مش عايف يقول لأ يتعلم يقول لأ يجرب في الحاجات البسيطة إزاي بقى هذي كلنا نصايح للناس اللي هم مهمة عمل ما يعرفش يقول لأ أو ما يعرفش يبقى إيجابي بالمعنى المفيد أو الصح للكلمة أول حاجة أهم حاجة إن أنا أتعرف على مشاعري يعني إيه يعني أنا كتير من الناس الإيجابيين المزيفين أو الإيجابيين اللي عندهم إيجابية زائفة ما بيتعرفوش على مشاعرهم بيقدموه كتير جدا من غير ما ياخدوا بالهم من هو مش عايزين يقدموه فأنت أهم حاجة أنك تعرفي مشاعرك العميقة هل أنت فعلا عايزة تعملي ده ولا مش عايزة تعملي ده هل أنت فعلا عايزة تنزلي توصلي صحبتك ولا مش عايزها عايزة تعملي التليفون ده لصحبتك ولا مش عايزها ده أهم حاجة بعد ما نتعرف على مشاعرنا نقرر إذا كان إحنا هنعمله ده هيدايقنا أو هزعجنا أو هنعمله وإحنا مش متضررين لا إنت تكلم على المستوى البسيط أنا عايزة نتكلم على المستوى العميق يعني مش المستوى اللي هو أن إنت حد مضطر أن إنت توصله وتكلمه لا المستوى الأعمق أن إنت بتعمل مواقف مع ناس مع عمرك اللي ضاع أيوة زي حاجات كتير أن حد يبقى أذاك وهو في مستشفى فأنت بتجري عليه أن حد يبقى أذاك وهو عنده مشكلة فأنت برضه بتجري عليه وتحاول أن إنت تحلهله هي نفس النظرية أنا عايزة أعمل ده أنا مشاعري مشاعري العميقة بتقول لي اعمل ده أنا عندي رغبة من جوة أن أعمل ده الأول لا أسأل نفسي السؤال ده أيام أنا لو أم وابني عاق ومهما عمل فيه أنا بجري عليه بس أنا ببقى متقلمة آه أنا بدي وبدي بحب بس أنا ببقى متقلمة من موقفه مني ومن موقفك منه لازم تتقلمي من موقفك ما تعمليش كده يا سوهير ما تعمليش كده الأم إزاي مش هتعمل ده أو الأخت الكبيرة وشكده بقولك الأم خارج حلقتنا لو أنت هتقولي الكلام ده تبقى الأم خارج حلقة العلاج لا لا مش خارج لأن هي جزء من القصة الأول يا سوهير أنا بقول إيه بقول إيه الأول إحنا محتاجين أتعرف على مشاعرنا يعني إيه يعني هو أنا اللي أنا اللي أنا عايزة أعمله ده أنا عايزاه فعلا ولا بعمله علشان أداء واجب ما بقاش غلطانة أو عشان واجب فالأول لازم أتقرر أنا فعلا حبة من جواي حبة أن أنا أجري واشيل ولا ده مجرد أداء واجب لو كنت بأجري واشيل وده بيساعدني بعمله بالزبط بغض النظر بيع عن النتيجة بالزبط ده موضوع تاني لكن لو أنا بأجري واشيل وأنا متضررة وأنا متأسفة يبقى ما أعملوش طيب لو أنا هبقى متضررة بس أنا شايفة أن أنا عايزة أعمل ده أروح أعمله حتى لو أنا متضررة يبقى فيه مستويين في الموضوع المستوي الأول هو أن أنا أتعرف على مشاعر العميقة لأنه مشكلة أنا بعمل كده ليه الإيجابية الزائفة أن أنا بخبي مشاعر العميقة أنا محتاجة أتعرف الأول على مشاعر العميقة أنا عايزة أعمل ده أنا عايزة أعود مع مراتبني واشيل وحط واطبخ وعمل وهنن ودلع ولا الستة ديت ميضايقاني أصلا فأنا مش عايزة أشوفها ولما بيشوفها بالضايق أو العكس أو أنا حماتي مثلا بعمل معي كذا أو مثلا العكس فأنا محتاجة أتعرف الأول على مشاعر العميقة بعيدا عن الواجب وبعيدا عن الأكشن وبعيدا عن الفعل وبعدين أتقرر هو أنا عايزة أعمل الفعل ده على مش عايزة طيب هو ينفع أن إحنا نمر نفسينا أن إحنا نبقى سعداء بالعطاء أي المكان اللي قدامنا شخص ثام سلمي صعب جدا صعب جدا وده مؤزلين إحنا شخصيا أنا لا أدوى حد أنه يعمل ده أهم حاجة أن أنا أتعرف على مشاعري وأعرف أنه ده بيسعدني أو بيضيقني أو بيزعجني أو بيحزني أو بيخضبني وأعرف المشاعر ديت وبعدين أخد قار إذا كنت هعمل ده على مشاعر إحنا سعداء جدا وأنا شخصيا استفدت جدا ويا رب تكونوا فعلا استفدت وإن إحنا نبتدي نعدل سلوكياتنا ونبتدي نفكر في الكلمة قبل ما نقولها ونبتدي نفكر هو إمتى لتوقيت المهم بيتقال إيه فيه وإزاي وإمتى إمتى وإزاي وإيه اللي بيتقال ده حاجات مهمة جدا جدا شكرا أستاذ هناء فتحي أسعطينا ونورتينا سعيدة جدا نشوفتك وسعيدة بوجودك في البرنامج ودايما كل شكر كل امتنان دكتور نبيل القط ولكل مشاهدينا وحلقتنا نكملها نشوفكم بعد الفاصل التالي أشهى الأكلات في مطبخ الستات مع غادة مجدي ورجعنا مرة تانية بنجاه تحية ليكم وفي مطبخنا والأول مرة دكتور نبيل القط ناري دكتور هنتعرف بقى هو بيحب بيأكل إيه وبيطبخ على كيك وانت بتطبخ صحيح بطبخ طبعا أما بقى صاحبة الليلة النهاردة في المطبخ دكتورة غادة مجدي أهلا بيكي أهلا بيك يا سهير عاملة إيه وانتو اتنين دكتورة بقى مع بعض عايشوا بقى حياتكو هي بتعمل نصيح نفسية صحية يعني نفسية نفسية صحية نفسية 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 هو أنت هتعرفي تلتزمي في الدايت لو أنت متضيق أو مكتئبة أو هتعرفي تتحفزي على نفسك وتلتزمي في الدايت ولا مش هتعرفي مش هتعرفي يقوله أنا لو أنا متضيق مش بعرف طبعا طبعا أغلب الناس لو متضيقين بيأكلوا أي حاجة وخصوصا السكريات وبيزودوا في الأكل لو مليون ورق الدايت تتعلقت على الطلاجة وانت متضيق مش هتستمرت بزبط مشكلة جميلة بس الأكل هو أحد أسباب السعادة بس هو كمان أحد أسباب الشقاء والتعب لو إحنا بنأكل أكل صحي لذيذ هنبع مبسطين هو ده اللي بتعمله ونحب بالزبط كبير بزبط لأن الكبدة دي من أكتر الحاجات الصحية اللي ممكن اللي واحد يأكلها وكمان هي لو كالوريز يعني 100 جرام اللحمة لو فيها 300 كالوري 100 جرام الكبدة فيها 150 سعر بجد؟ أه أما ليه بيقولوا للناس اللي عندهم كولسترول بيقيها كولسترول بس هي أقل من اللحمة هي مليانة بروتين ومليانة بقى ما أنا قلت إيه؟ يعني بتتكلم على الكيلوريز حقنا على صغير النهاردة هتاكل الكبدة تتكلم على الكيلوريز هفكر بس هيك الكبدة مش كويسة للناس اللي عندهم كولسترول اللي عندهم نقرس أيوة حتى لو كمية يعني لو كمية كنت لسا أجيلك في الكلام هي نسبة فيتامين إي فيها مرعبة يعني فيتامين إي في البيضة مثلا لو هو مثلا أنا مش حافظة طبعا الرقم بس لو هو مثلا 70 هي 7000 في الكبدة فيتامين إي خطر على الستة الحامل لكن كل الستات محتاجين فيتامين إي عشان هو الريتينول اللي بنحطه على وشنا اللي هو بيجدد الخلايا اللي هو بيعمل ديتوكس البشرة وبيكوي المناعة البشرة وطبعا مودة الكبدة النية دي أنا ضدها مين بيأكل الكبدة النية خبر؟ في ناس بتاكل لا كبة اسمع كبة مش كبة لا في ناس بتاكل الكبدة النية أحمد العوضي بيضروح لا لا مودة أكلها اه طبعا لا دي غلط وطيب هو سحيته من سعدية بس احنا بقيت الشعب بلاش طب هنعملها ازاي بعد دي بتاخد وقت ولا سريعة؟ لا هي سريعة جدا وأنا بعملها بطريقة تحسسك كده إن هي حلوة في نفس الوقت هي مشوية عشان ما نزودش الصعرات بس المفروض إنها تتاب المدة طويلة عشان ببس ربع ساعة اه فأنا هعمل التتبيلة ونعمل بعديها الصنف التاني بس همه عندنا توم كتير همه و همه بس هاخد معلقة عندي معلقة كبيرة كسبرة همه كسبرة ناشفة كسبرة ناشفة معلقة كبيرة ومعلقة كبيرة توم باودر تمام وجوست الطيب معلقة كبيرة ده ينايم ده ما هيكبده على فكرة فيها ملتونين والله ما بينيمش مش كل الناس أنا بنام من جوست الطيب والله على عهدتك هاخده يا هاخد جوست الطيب آخر حاجة معلقة كبيرة كامون إيه بقى اللي هينشط التدبيل لو يخليها تعمل ريحة فضيعة سودا ما يفوار بجاب أيوة أو دي تركة بقى دي تركة بقى أيوة أول مرة أسمع قصة المال فوار دي بقى هتحسي أن أنت عارفة عربيات الكبدة لما تعمل طوشة كده بس هما بتشوف الزيت إحنا هنعمل دي آيوة شمتكة صحية آه دي وصفة جديدة جميلة بس في مطبخ الشتات دي بقى هتشوفوا الريحة وكمان هتدخل التدبيل كده معانا لا 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 واللمون في هنا لمون فيه لمونة آه لا فيه لمون ده صح سعيدة يا بكم لمونة أعتقد دلمون لا أنت أحنا مفتقدين مفيدة من هذا المونة أيوة سلم عليها أيوة أنت لازم سعيدة بس أنا اللمون بعصوره وحطه أوكي الاتنين أه اللمون غلي ما حدش يعاد يقول أعصر على نفسي لمونة لأن اللمون غلي كيلو اللمون بقى بخامسة وستين جنيه يعني أه عشان ناخد أكبر فايدة بقى باللمون بمناسبة لنغلي بعد من عصوره ما نحصلش إدينا نعمل كده لأنه بيرطة بالليية وبيعمل ريحة حلوة جدا وعلى فكرة ونحطه في اللي احنا بنخسل المواعيم في المياه والشيء اللي احنا بنخسل بالمواعيم الليفة بتاع نحط ده في المياه يعني في المياه مع الهلول التاني اللي بنخسل به اللمون مهم جدا ما نرموش نحطه في واللمون كمان مهم جداً مفيد جداً في مناع التعرق ممكن يستخدم بدل مزيل التعرق ده حلو جداً لأنه مزيلات التعرق فعلاً مزيل لكن ما يلهفش الجلد بأتباره بايتاً مزيل احنا مش عايزين برضو نزود في الموضوع اه يعني بسيط كده مرور الكرام كده يعني ايش البطان كمان ما يتريميش يتعمل به نفس الشيء هنسيب حبة من التدبيلة بس أحطهم وأنا بقى شوي دلوقتي هنعمل بقى الصنف التاني اللي هو فتة البتنجان ده بتنجان مع الطعام وكعبات ودلق عليه فنجال زيت زتون وحطه في الإيرفراير أو الفرن حلو أوي علشان مش محمل لا في الإيرفراير ونفس الكلام العيش بس العيش بياخد زيت أقل شوي وهنعمل لحمة مفرومة يعني هي التلاتة مكونات المين بتنجان مع لحمة مفرومة انا ممكن اكل بتنجان من غير عيش ومن غير لحمة مفرومة او ممكن اللي هو يعني ملوش ولقى بالفاتة يا جماعة انا طبعا قصتي صعبة جدا زيت زتون زيت زتون هنعمل بس العصة يعني ده تميع الحقيقة لطعم الأكل بس يعني ليه عشان ايه الصحة يعني الواحد الساعات يبقى موتعة الصحة أهم من موتعة الطعم بس طبعا لا بس الزيوت دي كويسة زيت الزتون وزيت السمسل لا ايوة انا تمام انا بقولك انا اخذ البدنجان كده مش متحمر اكله لكن هو بقى يضاف له لحمة مفرومة وعيش كده كده جريمة كاملة فهو هما دلوقتي بيعملوا الحم مش حيوانية ايوة الحم في المعمل ايوة يعني الدنيا شغالة دي اه التجارب شغالة نتمنى انها تخرج بصل مع اللحمة كمفروض نسيب البصل يدخل شوية بس انا عشان الوقت عايز اعملها في سورة ممكن نعمل فاتة البدنجان دي من غير لحمة مفرومة يعني بديل تاني مثلا ممكن تعملي مثلا ايه ممكن نفكر انا كل حاجة مشروم صدور فراخ فراخ بالزبط او تبادي من غير اللحمة انا عايز اقولك ان فيش حاجة اسمها ماينفعش في الاكل هو هو الفراخ مينفعش تبا مفرومة الفراخ تبا مفرومة لا بتنمو ان فيه كفة فراخ فيه كفة الفراخ فينفعت عمل فراخ مفرومة اه 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 وتحط معا اله هتبا اسمها فراخ مفرومة ايه فتت فراخ مفرومة اهو طلعت الطبقة ولو ان برده وعلى فكرة بيطلع يعني مش عارفة مرة تلع في دماغي اقطع على السلطة مثلا اه كطع جبنة شادر وكطع جبنة مترالة وطلع طعمات وحفاة اه طبعا اي اختراع بتجربه بيبقى حلو وبيبقى بتاعك بقى اختراعك بس خلينا نكتفي ان الجبن دي مش صحية هي ممتعة لكن مش صحية اه الجبن مش صحية كل حاجة حتى الاكل الصحي لو كلناه باعتدال هيبقى كويس اي اكل لو كلناه باعتدال ومشينا او عملنا مجهود عضلي هيبقى كويس بعدين الجبنة القريش مليانة كالسيوم لو انت الديري مش بيوجعك يعني لو انت مش موقفة قلبان خالص ما عندكيش حاسية قلبان ما عندكيش مشاكل الجبنة القريش اعلى بيسبت كالسيوم اه الكبدة كمان نستطيع قولكم ان الحديد لأي حد عنده انيميا الصورة الكبدة يا جمالها اه يا خطيرة على رأي مروة الشافعي بالمس عليك يا مروة كل سنة وانت طيبة كلازم تكون معنا يا مروة في ايام العيد يا مروة انت فين محشتيني بالكتير مش بتكيش يا ماشاء الله مروة اعلانها بيجي بس بنجوع ايوة وانت بتستخدمي زيت الزيتون بس ولا بتستخدمي زيوت كاري انا عمري ما اشتريت زيت تاني غير زيت الزيتون برابا يعني ما بقليش اولا فعمري ما اشتريت زيت تاني فيه ناس تقولي ممكن زيت الجوز الهند زيت جوز الهند برضو بس هو بيعمل لازم حلويات لان هو بيعمل طعم في الاكل فلو انا مثلا عندي صنف صلطة بعمله بالمانجا وزيت جوز الهند دا بيبقى حلو جدا انت بتتبخ يا دك انا بطبخ اه بطبخ بس مش بستخدم زيوت كتير برضو بس بستخدم زيت السمسل برابا معا والزيتون اعا والزيتون والله اعا هونت كده بتتعلم من غادة طريق جديد اه طبعا احنا اللي نتعلم من غادة انا بجاتل مبسوط قوي لحضرتك معين لعمري ما عملته قبل كده ها نعمل التكبد المقطع الاسكندراني ليس المشوي الكبد المقطع الاسكندراني الكبد السكندراني حلوة بس هما وش عارفة ليه بيقلوها حاج بتقليها زد بيبقى كتير قوي لا 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 تتتشوح على الحل كده بالبصل تتشوح تشوحة خفيفة ممكن ما تتشوحش خالص ممكن تتعمل كده كله مع بعض يعني ممكن تمره بالظبط وهي بقى يعني وهي بتتشوي كده هننزل بطريق اه اوكي حط التدبيلة تاني بتعمل ريحة بقى ريحة دليلة جدا طب ما عبالماء كده نعمل الفتة يعلبك تقلب الكبدة يا دكتور أقلب يا سلام يلا رأس بلنا الفتة تعدية غدا دين وليس فاجأة لبيها سلام دكتور نبيلي أطبخ أطبخ السفتات متميز وأنا محظوظ أطبع أحسنا كلنا محظوظين الفتة بقى زي ما قولنا هي الفنجان ولحمة وعيف السوس بتاعها هو هو هيتحرق منك يا دكتور نعم متخفيش أبدا الفتة زبازي كبيرة سحاول ما نزلش ميته فتة زبازي نفسه ربع كباية تحينة النهاردة طبعا مطبخ استثنائي دكتور نبيلي القط ودكتورة غدا نجبي دكترة في المطبخ حكل صحي وأكل حلو مطبخ صحي مطبخ صحي اه هو ايه تعريف الأكلة الحلوة انه يبقى معاك ناس حلوة بيأكلوا بالزبط بالزبط ناس حلوة وما تقزينيش ما تقزيش صحتي ايه هو اصلا تعريف الأكل في المعجب في المعجب كل ما اتناوله عن طريق السمت بيغزيني لأنه ممكن اكل حاجة سمت ممكن اخد زعوة بالزبط فأي أكل مش بيغزي ده مش أكل يعني الشيكولاتة في الأكل الأكل أحد أهم مصادر السعادة اه طبعا المؤكد وذكريات ساعات تروح بلد تفتكيرها بالأكلة وتربها بالأكلة بس هو المهم نوعية الأكل وكمينيته وان احنا يعني نحاول ان احنا نبقى بس برضو مش صح ان احنا برضو هيك قولي رأيك في دي مش صح ان احنا نربط احتفالاتنا بالأكل يعني مش لازم عشان نحس بعيد ميلاتي مثلا هو ليه نفسيا بقى يا دكتور بنعزي فيه أكل بننبسط فيه أكل عيد ميلات فيه أكل فرح فيه أكل عيد فيه أكل أي مناسبة كلها أكل يعني الأكل هو اللي بيخلي الناس تتواصل مع بعض الأكل بيخلي الناس تحس بانبساط فتبسط بعض وتسمع بعض والخلافات تقل لما الناس بتزعل مع بعض أيوا بس قالوا الأكل قولي الكلام الجميل ده من غير ما الكفدة تتحرق مسؤوليتك الكفدة فإذا الأكل تقص احتفالي وثواصلي الأكل تقص صحي تماما لكن أنا اللي بيزعجني إنه عيد ميلات نجيب حلويات مش عارف إيه نجيب على حلويات أنا اللي بيزعجني ده لكن الحاجات اللي هي النواشف ديها تبغالب بيتبقى حاجات صحية أغلبها بيكون حاجات صحية بس يا الفكرة فعلا هي ملاحظة مهمة لما الناس تتخانئ ويعودوا مع بعض يكل ليه؟ لأن الأكل بيقلل من المشاعر السلبية فيبتدوا يتواصلوا مع بعض الشكل فاوس فيه عايشوا مع الفيت بقى تحت ممكن هايك تطلع تجيب طبق من تحت واتطلع يا أستاذة كده تماما ينطلعش كتير عن نار خلق آآ يعني خلاص كده طب يا دكتورة أيوة فيه بقى عند الدكت النبيل من تحت كده أيوة ممكن تطلعيله طبق ممكن بقى لو عندنا ورق زبدة نطلعه الأول نحطه الأول على ورق زبدة وبعدين نعمل الخضار تحفة تسلم إيدك أنا اللي عامل لأكلها تسلم إيدك برابو إنتاج مصطرف دكتور نبيل ودكتورة غادة الكبدة الجميلة شكرا شكرا تسلم إيدك نحط دول إحتياطك نحط دول عشان الناس تاكل انفتت عملت انفتت عملت انفتت عملت أنا استخدمت اللحمة اللي أنا بصراحة عصجوها في الفاصل عشان إيه كنت جاي بقى جوانتيات عشان إحساس الدكاترة يعني ما يدعش منه نشيل عملية الجراحية التي بتعامليها ايه أيها ننجز مهمة الكبدة وبعدين نحط بقى أنا ممكن نكمل أنا انقلها لك بس عشان لبست البلوكس خلاص بس هيا كبيرة يا سلام من دكتور نبيل لا واسق الخطة واسق بس بس بقى أنا بقلب الحاجة يلا ورينا الفتة وحطتها جنب حضيتك بقى حطت لنا التدبيلة وهي بتشف حاضر حانية ولازم أعمل إيه اللامسة بتاعتي برضو يعني هاخد الحاجة الجاهز كده أنا مش عارفة لي رجالة مثلا أشتر في لو أكل كوافير حاجات بتاعتنا ليه بيبقوا أشتر فيه فيه ستات شاطرين جدا وفيه عارفة يا أكتر حاجة ستات شاطرين فيها التدريس المدرسات صراحة بس رجالة شايفين ان الستات شاطرين في الناكت بس لا لا شايف كده يا دكتورنا بيه نعم ليه رجالة شايفين ان الستات شاطرة في الناكت بس أو ما بيقولهمش شكرا علشان الستات بيعبروا عن نفسهم أكتر بيتكلموا في المشاعر أكتر عاطفيين أكتر بيترجموها انها نكت بينما هي فطفضة لكن هي علشان رجالة بتيهرب لو فيه مشكلة بيهربوا نحنا بنواجه أو بنتكلم بين فطفض هم غلابة والله ما بيعرفوش فطفضة ما عندوش فن فطفضة طب يا ما حفش الطبق تسلم يدك يا غادة كده فتة صحية شبه صحية الكبدة صحية الكبدة صحية الكبدة صحية صحية بس اللي عندو مشكلات في الكوليسترول والحاجات دي ياخد حاجة بسيطة كل الأكل في كوليسترول البيت بحاجة بسيطة موجودة على كل حال احنا سعداء ان انتم موجودين معنا قبل العيد فارد الهيام على اللي واحلى حاجة فعلا التريكة اللي عملتها دي المية السودة والتدبيلة اللي هي بتعملها على الكبدة وانا هدوك انا اتبسط مرسية غادة جدا جدا كل سنة طيبة ونشفك كتير ونسمع منك نصايح دا عايزين نعرف حاجات الدراسات والحاجات اللي انت بتعمليها دلوقتي شكرا دكتور نبيل فقط المطبخ الجاية علي بقى هتطبخ المرة الجاية طب ايه افتر اكلب حتى انا بحب السمك انا سمك انا بحب السمك جدا يلا بينا واخر حاجة عملتها سنجاري على فكرة بالمناسبة لينا مرة عندك في المطبخة اللي انت تختار اللي تحلم بيه نشكركم جدا ونشكر كل مشاهدينا يا رب دايما ايامكم حلوة وبكرة يوم جديد والستات على النهار نشوفكم على خير اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة